هذا الأسبوع معنا خمس تطبيقات مميزة من بينها تطبيق لربط كل أجهزة الخاصة بك مع بعضها أهلاً في أبتكار لديك هاتف، تابلت، نمتب المنزل، وكمبيوتر العمل هذا يسبب ارتباكاً وصعوبة في الوصول إلى الملفات لكن هناك خدمة تقدم الحل ببساطة يونيتي، تطبيق يربط كل أجهزتك بالأجهزة المحمولة الخاصة بك للوصول إلى ملفاتك من أي مكان وأينما كنت سواء كانت أفلام، موسيقى، صور، مستندات أو حتى بث المحتوى إلى التلفاز من خلال يونيتي أيضاً تستطيع مشاركة الملفات بأي حجم ومن أي مكان وبعكس الخدمات الأخرى، ملفاتك ليست مخزنة على خوادم في أماكن بعيدة بل جميع ملفاتك مخزنة بأمان وخصوصية على أجهزتك دون الحاجة إلى مزامنة، تنصيب أو أعداد ثبت يونيتي على جهاز الكمبيوتر الذي تريد الوصول إليه ونزل التطبيق لجميع هواتفك المحمولة والتابلت الخدمة متاحة بنسخة مجانية وأخرى مدفوعة النسخة المدفوعة تسمح لك بالوصول إلى ملفاتك عن بعد بث ومشاهدة الملفات حتى إذا كنت غير متصل بالإنترنت بالإضافة لميزات أخرى التطبيق متوفر لأندرويد وآيو اس ونظام ويندوز على الكمبيوتر يونيتي تقدم عرضاً لكل مشاهدي رقمي تي في اضغط على الرابط أسفل الفيديو لتحصل على النسخة المدفوعة بسعر مخفض وهكذا تصل لملفاتك من أي مكان ثانياً خان أكاديمي منصة علمية للتعلم مجاناً التطبيق يحتوي على أكثر من 10.000 فيديو في المجالات المختلفة مثل الرياضيات أو العلوم أو الفنون أو علوم الكوبيوتر وغيرها يختار المتعلم المصاق المفضل ويشاهد الفيديوهات التعليمية الخاصة به وحل الامتحانات والأسئلة ويمكن مشاهدة الفيديوهات عند عدم الاتصال بالإنترنت من خلال تحميلها مسبقاً التطبيق مجاني بالكامل وهو متاح للأندرويد والآيفون وويندوز فون ثالثاً تطبيق ألارمون تطبيقات المنبهة كثيرة ومتشابهة فكرة منبه التطبيق أن إيقاف صوت المنبه يتطلب إكمال مهمة محددة تحتاج للانتباه والتركيز حتى لا يعود ذنه مجدداً وهذه المهمات هي أشبه بألعاب يختارها المستخدم عند ضبط المنبه مثل حل لغز أو نطق كلمات معينة وإذا لم يتم تنفيذ المطلوب يستمر المنبه بالرانين حتى نفاذ البطارية حقق التطبيق أكثر من 25 مليون تحميل وهو مجاني مع وجود مشتريات بداخله وهو متاح لهواتف الأندرويد والآيفون رابعاً تطبيق لتنظيم المهمات والمشاريع المختلفة وإعداد قوائم لحفظها والعودة إليها يتميز التطبيق ممزامنة بين جميع نوع الأجهزة سواء هاتف أو تابلت أو كمبيوتر أو حتى ساعة ذكية مما يجعل متابعة وتعديل المهام والمشاريع أمر سهلاً ومتاحاً في معظم الأوقات كما يوفر التطبيق إمكانية إضافة المواعيد المهمة ويتيح إمكانية مشاركة المهام مع أشخاص آخرين وتحديد مهام لهم وإضافة مهام فرعية للمهام الرئيسية ويوفر التطبيق الرسمية توضح مدى تحقيقك للمهمات ومدى تقدمك في المهمات الحالية التطبيق مجاني مع مشتريات بداخله وهو متاح للآندرويد والآيو أس وويندوز فون خامساً وأخيراً تطبيق تاسك سبوتينغ فكرته مبنية على مشاركة الآراء والتقييمات الخاصة بالسلع المختلفة حيث يكتب المستهلك رأيه وتقييمه في سلعة معينة مع إضافة صور إن أمكن مع إضافة رأيه على سلعة أخرى قام المستخدم آخر بتقييمها أو حتى تقوم بعض الشركات بإرسال عينات للمستخدمين المميزين لإبداء آرائهم فيها وتقييمها ويقوم التطبيق بمكافأة المستخدمين المميزين من خلال بطاقات شرائية بقيم مختلفة أو حتى بالمال التطبيق مجاني وهو متاح لهواتف الآندرويد والآيفون انتهينا من عرض تطبيقات هذا الأسبوع الروابط أسفل الفيديو انتظرونا الأربعاء القادم في حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة